هلو ان شاء الله تكون بخير وللشخص الرائع اللي عم بيسمعني عم بيسمع اليوم حلقة جديدة من بودكاست حب النفس الغير مشروط بعنوان كيف بتشوف نفسك اهم بكتير من كيف الناس بتشوفك خلينا نبلش بالحلقة ادي في منكم وقف يعمل الشي اللي بيعمله ووقف يعمل الشي اللي بحبه الشي اللي بيهتم فيه بس لانه هو مهتم اكتر وخايف اكتر من رأي الناس عنه ادي في مننا اشخاص حابب يبلش بشغله بس بظلم تردد لانه خايف من حكم المحيط اللي حواليه عليه ادي في مننا مقادر يتخط شغلات بحياته بس بسبب اهتمامه بنظرات الشخص عنه كيف هتكون او كيف هي او كيف هو هيشوفه بس صير تفكر بحالك انه ادي هاد الشخص هيشوفني فاشل اذا ما زبط معي هذا الموضوع ادي الشخص هاد هيشوف انه انا ما بقدر اعمل ولا اشي اذا ما زبط معي هذا الموضوع فبضل الخوف والشك بحياتنا تصير تفكر ادي شايفني هاد الشخص انه انا عمري مرحل حق ادي شايفني انه انا حدا سيء فاغلبنا ما بينجح بحياته مو لانه مو قادر نو 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 بس لانه هو عم بيشوف نفسه بيعدسة ناس تانية في الحقيقة بدك تفكر فيها كالقاتي انه هذول الاشخاص اللي انت عم تهتم برأيهم اكتر من نفسك واللي انت عم تهتم بتفكيرهم كيف او افكارهم عنك كيف واحكامهم عنك كيف هم بالاساس اشخاص عاديين جدا زيك زيهم بايدوي لكن انت بهاي الحالة تعطيهم اهمية بعقلك اكبر من نفسك وبتبني معتقداتك ومشاعرك حوالين الافكار او الاراء او الانتقادات الاحكام اللي هم عم بيعطوك اياها عنك احنا مو عايشين بالمدينة الفاضل انا بدي ايكم تعرفوا هذا الشي احنا مش عايشين بحياة وردية وكل شيء هاي لازم يكون وردي والاشخاص اللي حوالين لازم يكونوا بيرفكت ما في هيك شيء او لازم كل شخص موجود بحياتك لازم وحتما يشوف ادي انت شخص عظيم لا ما في هيك شيء لانه في اشخاص بحياتك رح يشوفوا انك ما بتستاهر النجاح وما بتستاهر الحب وانك مو كفاية وبدك كتير لتوصل لشيء اللي انت بتطمح فيه ووجود هدول اشخاص مو بالضرورة يكون صح او انك انت شخصية او حتى كلامهم صحيح بس الاشخاص هدول بيقسوا كل حياتهم على حسب معتقداتهم وتجاربهم اللي كونت افكار بعائلهم كيف العالم اللي حواليهم كيف مفروض يكون فممكن مع الوقت يزيد حكمهم انتقادهم على كل شيء حواليهم حتى على نفسهم وهذا اللي راح ياخدنا لنقطة اهم كيف الناس بتعاملك هي انعكاسهم هم مو انعكاسك انت تمام ممكن تفكر طيب فاتين هدول اهلي طيب فاتين هدول اشخاص قريبين مني ليه ممكن انهم يعملوا هيك ليه ممكن انهم يشوفوني شخص فاشل شخص سيء ما بستاهل كل الكلام اللي انت حكتيه قبل اللي بدي احكيه انه بيعملوا هيك لانهم بشر انه احنا بالاخر نتعامل مع بشر مختلفين عننا حتى لو قديهم قريبين منا احنا للأسف كتير بنشوف انه اشخاص القريبين منا واهلينا الاخ الاخ انهم لازم يكونوا بيرفكت لازم يكونوا ملائكة انه لازم يكونوا هم القدوة هم الاساس بكل شيء اكيد هم لازم يكون الاساس بكل شيء بس ما ننسى انه احنا بنتعامل مع بشر ودور البشر مش مثاليين هون بيجي دورك انت لما تكون شخص كبير وواعي انه ما تخلي رأيهم او نظرتهم عنك توقفك عن شيء اللي انت بدك ياه وعلى الجانب الآخر في جانب مشرق طبعا دائما بكل قصة و بكل حكاية فينا انه فيه بحياتنا اكيد اشخاص بدعمونا بيقامنوا بيقامنوا باحلامنا بيقامنوا فينا وشايفين انه احنا بنستحق كل شيء حلو ومنح فيه اشخاص لدرجة اديهم شايفين ان احنا عنا قدرات لا محدودة بياخدوا يدينا بيطلعونا من منطقة الراحة اللي احنا موجدين فيها بس تركيزنا القوي على الاشخاص اللي ما بيقامنوا فينا بيضيع علينا فرصة انه احنا نشوف الاشخاص الايجابيين في حياتنا لان احنا اكترنا بنركز على الاشياء السلبية في الحياة مش على الاشياء الايجابية اللي ممكن انه احنا نقويها نطورها او ننتبه لالها لانه هي ممكن تساعدنا انه احنا نطلع من المكان اللي احنا فيه ونفس الشي بالعلاقات ادي في منا مؤادرين نتخطى اشخاص بسبب خوفنا من نظرتهم عننا مع بعض الانفصال صار عنا خوف من اي علاقة جديدة لانه صدقنا السيناريو اللي خلقناها بسبب التجربة اللي مرينا فيها وخوفنا انه كيف هادو الشخص هلأ بيفكر عني هو اكتر شي بيخليني معلق بمكاني ادي في منا بيكون في علاقة والشخص الطرف الثاني بادي حكيله انه انت ما بتدر تعمل هيك انه انت شخص فاشل انه انت شخص مؤادر انه انت واحد نين دلات اذا احنا صدقنا هاد الشي واعدنا انشك بذاتنا فما بعد الانفصال ما بعد انتهاء كل هادو الكلام هيكون هو الشي او المعتقد اللي احنا بنقامن فيه عن حالنا بشكل لاواعي لكن انا شخصيا بصدق اذا بنشوف نفسنا من خلال الناس التانية او بنصدق نظرتهم عننا هاد بيكون قلة حب النفس وقلة بتقدير النفس احنا بنكون مقدرين ومعطيين مكانة اللي هدول الاشخاص بيع لنا اكتر بكتير من نفسنا معطيين ايميل لكلامهم اكتر بكتير عن نفسنا بنحس بعدين من دونهم احنا اول شي احنا بنستمد وجودنا واهميتنا منهم بيكون ما في تمركز حول الذات فبنلاقي بسهولة ممكن اي شخص رأيه يؤثر فينا اي شخص ممكن يتحكم فينا من خلال كلامه وفيه شغلة تانية احيانا احنا بننجح في حياتنا وبنعمل شغلات كتير انيحة ونقاشها مش اشها نفسنا مش اشها نستقل بذواتنا بس عشان نثبت الاشخاص تانيين انه احنا قادرين وهذا بسبب ضغط كبير على المدى البعيد لانه ممكن اخاص اللي احنا بنثبت لهم انه احنا قادرين او ناجحين ممكن ما يعجبهم احنا ايش بنعمل لو شو نعملنا لو وصلنا للفضاء ممكن ما يجب هم فاحنا هنحط حالنا تحت ضغط بس عشان نرضيهم بس عشان نثبت عكس وجهة نظرهم عنا فرجمها انتو غلط هذا الشي كتير صعب اذا احنا ما في دمركز حول الدات انه احنا بس منستمد اهميتنا وجودنا من بره من اشخاص اللي بره ولو للحظة حسيت انهم مراضين عنك انت وقتها تبدأ تشك بقدراتك مستعد تستغني عن الشي اللي انت بتحبه بس عشان ترضيهم فاذا انت بتستمد حياتك من بره كيف انت تعيشها او كيف تكون بس في الها طريقين مبدئيا الطريق فيه ناس بتاخده انه هي مستعدة تستغني عن الشي اللي بتحبه والشي اللي بتعمله بس لانها استهلكت من نظرات الناس ورأيهم عنهم او فيه ناس مستعدين طريق تاني هاي انه يعملوا اي شي اي شي بس عشان يرضوا الاشخاص بحياتهم عشان يظلوا مثاليين بعيونهم عشان نظرتهم عنهم ما تتغير لكن انا بالنسبة للي انه ارضاء الناس غاية لا تدرك وهو لن تدرك فدائما هيكون فيه شغلات انت بتعملها مش هتعجب ناس كتير بس على الجانب المشرق انه فيه شغلات كتير انت بتعملها تعجب ناس كتير بس الاهم الاهم انه ما يكون مصدر ثقتك بنفسك او مصدر امانك الناس اللي برا ما تخلي اي شي هم بيحكوه يشككك بنفسك او يوقفك مكانك وما تكمل بشي اللي انت حابب تعمله او اللي عم تعمله هلما ان شاء الله الحلقة هاي تكون شوي تحفيزية اكتر عن الشغلات اللي انتو حابين تعملوها في منكم كتير خايف يبلش بشي بس لانه نظرة الناس عنه هتكون واحدين ثلاث اهم شي انه هاي حياة احنا بنش همرة واحدة فنعمل الشغلات اللي بنحبها بدل ما نندم لبعدين انه احنا ما بلشنا فيها بسبب انه احنا خايفين فكانت نهاية الحلقة اينو الحلقة اصير شوي فهدير بلكم وحالكم ان شاء الله تسمعوا صوتي الاسبوع القادم باي باي